وضمن ما حطتنا الصحية لليوم رح نحكي عن الحلق البسيط الذي يعد من الأمراض الجلدية الفيروسية المزعجة اللي بتنتشر البثور والتقرحات حول الفم وتشوه المظهر الجمالي للوجه وقد يصيب أماكن أخرى من الجسم وهو ينجم عن الإصابة بفيروس الحلق البسيط وأكدت الدراسات الطبية بأنه من الفيروسات الواسعة الانتشار في العالم وتصل الإصابة به إلى ما يقارب 85% من الناس وغالباً ما يكون الأطفال هم الشريحة الأكثر إصابة لنتعرف على الأسباب والحلول الطبية بصيرنا الرحل بالستوديو صباحنا غير لليوم بالدكتورة وهيب سليمان اختصاصية بالأمراض الجلدية وأيضاً بأمراض التجميل يسعد صباحك وأهلا وسهلا لك صباح خير يسعد صباحك وأهلا وسهلا لك دكتورة أنت سالمة أنت سالمة يا رب خلنا نحكي عن الحلقة البسيط شو هو هذا المراض وكيف بيظهر؟ الحلقة البسيط هو عبارة عن مراض فيروسي من زمرة الحمات الحلقية هو حتى نقرب أكثر للمشاهد هو تقبيل تلسقونة اللي كلنا منعرفها طبعاً مثل ما التقرير أنه هو 85% من العالم تعرضوا إلوه مضروري أن الإصابة ظاهرة في بلاد مثلاً بأمريكا 60% من العالم معرضين إلوه أنه أخذوا الفيروس ببلادنا ممكن 85% إلى 90% أول ما تجي الإصابة بالحمة الحلقية في عنا نوعين منها الحمة الحلقية نمط واحد واثنين النمط واحد هو اللي بهمنا أكثر هو اللي منشوفه عند الأطفال والإصابة بتكون بالجزء العلوي يعني بالوجه بس طبعاً ممكن يطلع بأي مكان ممكن على الإصباح خاصة من العدوى الزاتية طلعتهم ممكن ينعادة الإصباح بأي مكان ممكن بس عادة بالقسم العلوي بالشفة عنده الشفة ممكن اللسان ممكن الحنك المنطقة المخاطيات من جوا المخاطيات الخد من جوا فهذا الحلق البسيط واحد وبحالات نادرة ممكن نفسه هو يسبب لنا الحلق التناسلي اللي هو من الزمرة عادة نمط الحلق البسيط تنهل فلحنا بهمنا كتير الحلق البسيط واحد هو لأنه بيصيب الأطفال والتعرض البدئي له يعني الإصابة البدئية ممكن تعطينا مثل العراض القريب والقريب الأوي يعني بصير ترفع حروري بيصير عنا هالآفات الحويصلية اللي ممكن تنزل ممكن تقيع ممكن يصير عنا ضخامة العقاد اللين فيه وهم شي ننتبه هون إنه الإصابة فيروسية فما في داعي أنا أعطي اللي كتير هلا مثلا الأم أو حدا بيوصف له إنه دواء التهاب بالعكس أنا كل ما عم نعطي دواء التهاب بلا يعني ما بيكون إلا ما أنا مفيدة وبتنقس مناعة الجسم فننتبه هو طبعا فيروس بيطيب مثل الرشح لحاله فإذا إصابة بسيطة ممكن نتركه نحط مطهر موضعي ونحط كريم مضاد فيروسي موضعي طبعا بالحالات الشديدة مثل ما قلنا بالخمج البدئي يعني أول تعرف للطفل على هالفيروس ممكن نصير أعراض عامة فوقتها بنا نعالج الأعراض العامة ننزل الحرارة ممكن يصير ما يقدر يأكل الطفل فبدنا نحاول إنه الأكل نختاره يكون بارد شوي لأنه ما نبعد عن الأكل اللي فيه حموضة البهارات كلها نبعد عنها ممكن نحط له بخاخات مخديرة موضعية وإذا حالة شديدة أكيد من نعطي مضادات الفيروس الحلقي اللي هو الأسيكلوفير هذا بينفع بكل الحمات الحلقية سواء الحلق البسيط بنوعين الحمق الجدري الماء اللي بعدين بيتطور للزوستر بعمر متأخر فهدون الحمات الحلقية بيفيد فيها الأسيكلوفير بينما في حمات كتير فيروسات توليد وغيرها وكتير بينوصف فيها هذا الدواء ما بيفيد أبدا نعم دكتورة يعني حكيتي عن يمكن كتير من الاستفسارات هيك بتخطر ببالنا ولكن بدي أسألك بالشكل العام اليوم هل عرف المسبب الأساسي له يعني هلأ مثلا الحلق مثل ما قالتي هو فيروس ينتقل ممكن ينتقل بالإيد ممكن ينتقل بأي شيء فهو معدي يعني أنا اليوم مثلا إذا شخص عنده مثل ما بيقوله تقبيل تسخونة بالعامية بالعامية بيقوله تقبيل تسخونة معناته أنا لازم انتباه على الأدوات اللي عم يستخدمها خلينا نحكي عن هاي التحذيرات اللي هي يمكن حتى العامة ما بيعرفوها هلأ طرق العدوى هي أهم شيء التماس يعني بوقت مثلا خاصا إذا الحويسيلات نزيت فلذلك لحنا أنه أد ما فينا نبعد عن عادات التقبيل والمصافحة لأنه في حالات ما بيكون الفيروس ظاهر وبيكون ممكن يعني مثل كتير من الزمال الفيروسية فأد ما فينا نقلن هالشي وطبعا إذا كان ظاهر الفيروس العدوى بدأت تكون أكتر فنحاول أنه خاصة الأطفال ما نبوصن عنا تقبيل تسخونة نقرب على الأطفال نبوصن الرزاز يعني بالوقتي صار ممكن لأنه هو ممكن بالمخاطية باللعاب كله هو موجود وطبعا الهيربس الحلق البسيط التناسلي كمان عنا عن طريق التماس والمفرزات فقدر الإمكان أنه أدواته كمان تكون لحالة ما نشرب نفس الكاسة ما ناكل نفس المعلقة للطفل ندير بالنا كتير ونحاول دائما أنه نخفف له أعراضه لأنه خلاص قعد بالجسم ما عد يطلع يعني فعطانا إصابة بدئية هي مثل ما أنه يمكن تكون صعبة شوي ممكن كل الحياة ونحنا السبب أنه هو الحمى الحلقية وإذا فحصنا فيه أضاد له الحمى الحلقية من شوفها بالدم فهو ما رح يطلع بجسم بس لحنا بنحاول نبعد عن الأسباب التي تخليه ينكس هو لأنه صار الخمج البدئي طلعت هالإندفاعات اللي حكينا عنه بيعود بعدين بالعقد العصبية العقد العصبية ممكن عند الوش وطبعا المنطقة التناسلية كما ممكن بيعود بالعقد العصبية فأي تخريش أي رض أي سترس شدة نفسية نقص المناعة لذلك لحنا عند مصبطين المناعة اللي عم يأخذوا الكورتيزون أو مرضى الأورام مرضى قصور الكلية اللي عم يأخذوا مصبطة المناعة ملاقي بشكل كتير قوي ووقتها ممكن نعطي السيكلوفير اللي حكينا عنه أو طبعا الأجيال الحديثة منه ممكن نعطيه وريدي لأنه ممكن يصير كتير الإصابة شديدة فيه دكتورة قبل ما نفوت أكتر بموضوع العلاج خلينا نركز أكتر على الأعراض مثل ما ذكرت حضرتك للحلق نوعين خلينا نركز أكتر عليهم حسب الأعراض اللي عم تظهر مثل ما أنا هو بيبدأ أهم شي لحنا هو مو بدأ ينكس فوقت النكس أهم شي لحنا أنه نحط الدواء يعطينا هو فترة أعراض تقريبا 24 ساعة بيحس المريض أنه فيه وحس واخذ نمل نمى تنميل فبدأ يطلع الفيروس فوقتها إذا حطيت أنا الكريم المضاد للفيروسي ممكن خفف من شدة الأعراض فيعني المريضة مثلا دائما عم يطلع على بنفس المنطقة علما أنه ممكن يطلع بأكتر من المنطقة ويصير عدوى ذاتية وعدوى غيرية فوقتها أنا إذا حطيت الكريم يعني دائما هي المريضة بتحس أحيانا قبل الدولة التمصية التعب الإجهاد تعرض للشمس وقت القريب الرشح كله ممكن يطلع يتفع على الفيروس فلحنا نحس أنه فيه أنه بده يطلع بنحس أنه فيه حس وخز أحيانا حكي تنميل دغري نحط الكريم ممكن انتفاخ أو ألم بسيط بهم بيكون بالمطابة ممكن يصير ألم وألم فبنحط هذا الكريم وطبعا بالحالات الشديدة مثل ما قلنا إذا زاد كتير أكيد بدنا نراجع الطبيب بس لحنا دائما يكون عنا هالكريم المضاد للفيروس وعند الأطفال مثل ما قلنا ما نعطي دواء التهاب يعني كثير من الحالات تفكروا التهاب لو زاد قيحي حتى بعض الطباء ممكن ما كتير إنه واضحة تكون الأعراض فلانتبه اللي احنا بنعطي بس مضاد فشديدة بس هو ممكن يختلط بإنتان سنوي ممكن تفوت الجرسيم جرسيم طبعا إلى علاج تاني غير الدواء الفيروسي دكتورة خليني بس هيك نميز مع حضرتك شوي بين الحلق والقلع يعني عادة نفس الشي اللي بيصير بيقول لك التقبيل طبعا بيشبهه بعد كتير بيطلع جوة تم من جوة القلع ونفس الشي بيضل فترة أسبوع تقريبا بيجي بفترات متقطعة وإلو أسباب كتيرة وما بينعرف شو علاجه يعني مهما أخذتي من كريمات أو شي هي بس تخفيف للألال القلع يعني يعتبر الأمراض المناعية ممكن يعتبر التهاب أوعي ما معروف سببه بالذات أحيانا الرد بيحرده سريريا يعني بيتميزوا أكيد مثل ما أنا حلق ما يصير فيه خلط بين الناس طبعا فيه كتير يعني ممكن أنه خربتوا هاي السيلات الصغيرة بتكون أول شي رائقة بعدين بتصير بسرات وبتصير متلقي حفية وبتتأشرة بتساوي لنا جلبة قشور يعني هاي منشوفها عادة على الشفة على الحافة الشفة وممكن طبعا تفوت لتن القلع عادة هو بالأخشية المخاطية منشوف سطوح حمامية بمركزة نخر مثل هيك مصفر بيكون فهي هي القلع القلع هو إنها سبب الأساسي مو معروف وكتير من الحالات بيكون مرافق لأمراض مناعية وحيانا بيكون قلع ثناء القطب ممكن نشوفها بالفم وممكن منطقة تناسلية وممكن يكون أحيانا مرافق لأمراض بالعينية أمراض بالعين بالشبكية ممكن التهاب مفاصل هذا تناظر خلوصي بهجة منادر كثير هو طبعا الأمراض المناعية الزاتية وهذا علاجه بيكون مصبتات المناعة اللي أحيانا وقت يصير عنده للمريض حلق بسيط ممكن أنه يزيد نتيجة تناول هالأدلية مختلفين تماما دكتور الحلق البسيط يمكن ممكن يكون هو مؤشر لمرض يمكن داخلي موجود كمان في سؤال بيكون يمكن عند المشاهدين تعلم الحبة لأن دائما لما نحكي عن موضوع الجلدية بيخاف تترك أثر لبعدين هلأ هو بما أنه فيروسي كل شي فيروسي ممكن يحدد ذاته إذا كان المريض مناعته جيدة أكله جيد فبدا يروح بدون أي اختلاط وما يترك ندبات فضروري كثير أنه إحنا ما نلعب بالحبات يعني مثل أي اندفاع جلدي ما لازم نلعب فيه وقت أنا عم بأشر هالاندفاعات ممكن عم فوت الجراسين فممكن يصير عندنا ندبات أما هو بحزاته أكيد ما بيساوي أي اختلاط إلا طبعا مثل ما أنا عن مصبطين مناعة بدون يكون كتير بيكون قوي فبيصير عندنا هالحويصيلات بتنزب تأشر ممكن تترك لنا ندبات فوقتها أكيد الطبيب بدون يعالج وعلاجه شوي يكون هجومي ومتل ما أنا أحيان ممكن نعطي الأدوية بالوريد أما هو حلقة بسخونة عادية أكيد ما المفروض بنوب أحيانا ممكن تترك نقص لون زيادة لون لفترة بتروح بنطلب منهم دائما ما يتعرضوا للشمس وقتها يحاولوا ما يبنوب يحقوا الاندفاعات إذا في حكة مع أنه ما كتير موجودة بناخد مضادات لاستميل مضادات الحكة أهم شيء ما نلعب بالاندفاعات يعني اندفاعات الحلاء مثل أي اندفاع مثل اندفاعات حب الشباب مثل أي اندفاع جدي إذا لعبنا فيه نحن العنقلي يساوي العلام نعم طيب دكتورة خلينا نحكي اليوم شوي إرشادات عامة هلأ نحنا حكينا عن عن الحلق بأنواعه حكينا شوي عن العلاج نحكي شوي إرشادات عامة اليوم لأي شخص ممكن يشوف معه هذا النوع من الحب اللي هو معنه حب تقليدي وكيف ممكن يتعامل معه شو الطرق الوقاية الأساسية مثل ما قلت هي فيروسات ممكن تنتقل شو طرق الوقاية الرئيسية الحماية من الداخل من داخل جسم الإنسان هلا مثل ما قلنا المناعة بده تكون جيدة يعني المريض بديه يكون أنه متوازن أنه صحته تكون منيحة لتغذية تبعه جيدة حتى يقدر أنه هالفيروس مثل ما أجا يروح طبعا وقت يصير الفيروس الحلق البسيط بدنا أنه نعالجه ما في طريقة أنه وقاية طبعا إلنا الوقاية أنه بعد عن مرضى المصابين وقلنا تقريبا 80% عندهم الفيروس يعني ممكن ينكس بأي لحظة بس نفس الوقت اللي احنا قلنا شو الأسباب تخليه ينكس الشمس الرض الجهد التعب بس أنه كمان وقت يكون في عنا مرضى مصابين نحاول نبعد عنهم خاصة بالمدارس بالتجمعات المحلات المزدهمة يعني قضى الإمكان ونقول للأطفال ما يلعبوا بهالحبات فيعني أهم شي اللي احنا منخاف مثل ما أنا بالخمج البدئي اللي بيصير عند الأطفال لأنه هدون ما بيعودوا بيأكلوا أي شي سخم بالعكس بممكن يحرقون أكتار فبنا ننتبه لتغذيتهم نعطيهم سوائل تكون باردة شوي نهتم بغذاءهم لمين ما يطيبوا هو فيروس مثل الرشح مثل أي مرض فيروسي بحدد ذاته إذا الشخص منعته جيدة نعم دكتورة بصحة دائما نقول درهم وقايا خير من قنطار علاج إن شاء الله هاي المعلومات اللي قدمناها تكون وصلت لكل المشاهدي نتشكر كتير دكتورة وحيبة سليمان اختصاصية بالأمراض الجلدية والتجميلية شكرا كتير شكرا كتير شكرا كتير شكرا لك يا دكتورة أهلا وسهلا فيك شكرا كتير